ما بتسمعنا كده بيقولوا يعني ده تقدم كبير جدا لكن أنا كمواطن عندي مشاكل أنا ما بعرفش أخلص مكلمة من غير ما تقطع ثلاث مرات وعلى فكرة ده مش أنا كمان على فكرة يعني أنا أعاني من هذا الأمر أنا عندي مشكلة في سرعة الإنترنت صحيح إحنا تقدمنا فيها وده إحنا كلنا حسنا بي لكن لسه سرعة الإنترنت بطيقة قلتوا لنا عملونا فيبر أوبتيكس أو يعني الإنترنت الأرضي والفايبر أوبتيكس ما فرقش كتير الحقيقة عن الإنترنت الهوائي فخلينا نبتدي الأول بالاتصالات والتليفونات في مشكلة المشكلة دي مشكلة شركات ولا مشكلة بنية أساسية ما هي واحدة هي لتحسين الشبكة نحتاج إلى عدد أكبر من الأبراج لابد من أن احنا يعني نطرح عدد أكبر من الأبراج وتبنى بدأنا في خطة مع الشركات مع جهاز القاومي للتنظيم للتصالات يضع جدول زمني لعدد أكبر من الأبراج في كل مكان من الأماكن اللي فيها فجوة الجهاز القاومي للتنظيم للتصالات بينشر إحصائية شهرية بمعدلات التغطية وكفائتها في كل الجمهورية استيع المواطن من يعرف المكان اللي هو عايش فيه أنا شركة اللي بتقدم خدمة أحسن اقترم بهذا أن احنا غيرنا نظام حق المواطن في الانتقال من شركة إلى أخرى بحيث أنه كلهم زي بعض يا فاند يعني معلش ما فيش شركة أفضل من شركة التلت شركات مشاكلهم زي بعض كلنا عندنا كل الخطوط مشاكلهم زي بعض وأنا هنا بتكلم عن 96 مليون مواطن مشتركين في التليفون المحمول هو كل شركة ربما عندها فجوات في مكان غير الأخر مش في كلها أن هي متعلقة بعدد الأبراج وعدد مشتركين على كل بورك من هنا فكرة أنه أستطيع أن أنا أغير من شركة إلى أخرى في 24 ساعة دون أن يتوقف هذا على موافقة الشركة اللي أنا حسبها أنا مجرد ما سددت أخر فاتورة من حق أن أنا أنتقل في 24 ساعة وإلا بنغرم الشركة وجهاز القاومة التنظيم للصلاة ينشر إحصائية أسبوعية بتصل إلى المكتب كل أسبوع بعدد المواطنين اللي انتقلوا من شركة إلى أخرى وإذا كانت الشركات التزمت بهذا لكي يشعر المواطن أنه هو سيد الموقف ترجمة نانسي قنقر